خطرها على الفيلم الهندي حياة المعز طبعاً وما نبيش نطول في الفيديو هذا لكن مضطر أني نحكي قصة جميلة حدثت معي في الواحد التسعين لما تخرجت من الثانوية كانت هدية والدي لي أنك أنت تيمشي لمصر مشيت مع واحد من العمال اللي كان يشتغل معنا في المزرعة يسكن في منطقة الملوفية قرية اسمها رملة لنجي وزورت المناطق اللي هي سمدون وضروة ورملة لنجيب وأشمون والقرى هذه المصرية اللي هي في الدلتا وكانت زيارة لرجل يمتلك مزرعة كبيرة جداً وفيها بيت أقرب إلى أن يكون قصر دخلت للبيت هذا ورحب بي المصري هذا كترحيب كبير جداً فقال لي تعرف أن الخير هذا كله والعز هذا كله والله من الليبيين فصار يحكي قال أنا مشيت لليبيا وممكن وصلت معايا مية جنيه ليبيات قال وقفت في المحطة وإذ بالمصريين اللي في المحطة لما فيه سيارة معينة تقف ما يمشوا لهاش فقلت له مش للقصة يعني معقولة الراجل هذا ليش ما تركبهش معاه قالوا هذا مجنون فصبرت شوية لكن خلاص كمناً فلوسي جي الراجل هذا وقف في المحطة قال قد يعني مجنون مجنون حنركب معاه والمهم نحصل قوت يومي قالوا بالفعل لما وقف جيت نيجي لركبته معاه طلع بي قال للبحر قال حاط في السيارة من الخلف بالا وسطل قال قال لي نزله نزلتهم جينا قد نام البحر شاف في البحر ركي قال شفت البحر هذا قال لي قال انا بيك تديلي حفرة هنا نبقى ننقل نصة هنا ونصة يقعد هادي قال قلت له كيف قال لا تسمع فيه ولا البحر هذا نصة نبقوا نجبوه هنا في اليابس قال كم تعطيني قال انت اقول قال له قلت له تعطيني مية دينار قال لا واجد مية زمان مية واجد واجد قال له بيه كم تعطيني قال انا اعطيك ثمانين دينار قال اتفقنا قال نزلت البالة السطل وبديت قالوا نعبي بالسطل بالبحر ونصب نعبي وسطل بالبحر ونصب المغرب جيتها قال قلت له تول يوم خدمنا النص النصف الثاني غدوة وشافك في البحر وشاف في الحفرة طبعا قال الحفرة مصت للمية قال يقولي مزبوط بكرا نكملوا الباقي قال لبايته وعطيني على القمص في القيمة قال مدلي 40 دينار وروحل قال طيب مت كأني ميت الصبح ما نعلم بشي قالوا يقرب علي بف 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 الباب دخل علي في وسط فرش وقف قال قلت له والله خلاص ما صار ليش وقصة نقل البحر هذي والله فوتها منه وموضوع هذا فوتها فوتها قال طلعت معها خايف خلاص قال ركبت معها في سيارة مشانا ليه طريق غير طريق البحر قال وصلنا لمزرعة كبيرة خشينا للمزرعة قال لشوف يا ابني أنا لاني مجنون ولا ممكن انه واحد ينقل البحر أنا نبي واحد نقول له ديري دير سوي سوي أفعل أفعل وانت سمعت كلامي وعملتني باللي نينبه هذه المزرعة تو تمسكها انت اللي نقول لك ديرها ديرها واللي نقول لك ما ديرهاش ما ديرهاش يقول للراجل والله قعدت مع الراجل هذا خمسة وعشرين سنة أدب واخلاق ودين ومعاملة قال والله أعطاني أكثر من حقي بل شاركت في مزرعتها واشتريت الفددين هذين والبنية هذه بعد فضل الله منه وعشت حياء صح تعبت في البداية لكن والله وفرت ودرت خير فخطرها في كل كبد رطبة أجر فما بالك في بشر يعني الفيلم ممكن خذية مبالغة أكثر من اللازم وانا شفتهم في دول الخليجة بصراحة يعني عاملوا فيهم في معاملة كويسة يعني نوعا ما وفي ناس طبعا هذه ما تقدرش تشملها على شعب كامل يعني ممكن في جزئيات أثبان يعني عرفت في المجتمع كظاهرة كبيرة لكن حتى هم عندهم جرائم كبيرة جدا والخليجين ما داروا عليهم أفلام والله يعني في جرائم في جرائم كبيرة جدا تساوون الهنود والأسوين بشكل عام في دول الخليج وإن شاء الله ربي يعني تكون هي رسالة لكل قاسي على العامل واللي فعلا يعني عامل في العمالة معاملة يعني بشدة وقسوة وضرب وتعرف أنت الحرارة والشمس والعطش والتعب رسال الله الهدائي والسلام عليكم